اشتركوا في القناة شهر اربعة وفي البداية حابب احكي عبارة قبل ما ندخل على التوقعات اللي جاي يسمع بس توقعات ايجابية بدون اي سلبيات بدوش انتقادات بدوش تحذيرات يسكر الفيديو وروح يسمع حد غيري انا عندي هنا بحكي كل اشي على حسب ما بشوفه بالخارطة الفلكية وما بجامل ولا باي شيء فعشان هيك اللي جاي بدو مجاملة او طاقة ايجابية او طاقة الجذب او الدعم المعنوي او جاي عشان يعلق اخطاء للشهر والفلك واللي بصير معاه على كتافي انا لاني انا بحكي له اشياء سلبية يسكر الفيديو وما يسمعنيش وهيك بكون انا ممنونك وبالنسبة لتوقعاتنا لهذا الشهر احنا بنبدأ في التوقعات بتقسم التوقعات لمرحلتين المرحلة الاولى بنحكي احنا توقعات الشمس وتأثير الشمس والكواكب ايش بتكون على البرج ككل يعني الصفة العامة ككل على البرج ايش هي وبنحكي في الجزء الثاني اللي هو توقعات للبيوت الاثنى عشر وعشان انت تعرف ايش يعني البيوت الاثنى عشر في حلقة الان هيها فوق الرابط تبعها طلع بشرح لك البيوت الاثنى عشر ايش هي وبحكي امتى الفترات الجيدة امتى الفترات السلبية ايش اكثر ايش جيد ايش اكثر ايش سلبي طول الشهر والتواريخ اللي انا بحذرك منها طبعا يا موليد برج الثور يعني مش الشهر اللي انتو بتتوقعوه او بتتمنوه ليش لانو انتو في كل سنة في هذا الشهر تحديدا بصير عندكو ضغوط وبصير عندكو متاعب وبصير عندكو مشاكل السبب ان وجود الشمس في بيت المتاعب اللي هو في الحمل بضعفكو وبضغط عليكو وبسببلكو كثير من المشاكل ويعتبر هذا الشهر شهر الغربلة يعني اللي بتغربل كل الاشياء اللي صارت معك طول السنة وبتطلع بصير الخلاصة اللي هي الاشياء اللي بدت انتقل معك للسنة الجديدة يعني سنتك بتبلش من عيد ميلادك الان انت دخلت في مرحلة الغربلة فمنسمي هاي الفترة فترة يعني بدك تنتبه فيها على صحتك لانه الفترة القادمة هاي غير مريحة هاي الفترة اكثر اشهر السنة صعوبة لانه الشمس موجود في الحمل زي ما حكينا فبدل الفترة على التراجع والخسارة رح يكون في مماطلة وتأخير وممكن تلاقي حالك ما عندك طاقة لشيء امور كثيري ممكن تتراكم عندك واللي رح يوعدك بشيء ما رح يعني ينفذه يعني ممكن نوع من انواع التضليل ممكن تكتشف عدو شخص بيكون يضحك في وجهك وفجأة تكتشف انه عدوك بيكون العلاقات اغلبها بتظهر في هذا الشهر او بتكتشف انت انها من باب التضليل فاهم اشي خلال هذا الشهر ما تغامر بشيء كبير لا بمرحلة ولا بمشروع ولا بعقد حاول انك تجمد حالك حاول انك تراقب وتجهز حالك لفترة وصول الشمس لعندك عشان تكون الامور ايجابية امت بتبلش تحس انت بالاشياء الممتازة من يوم 19 الشهر لما الشمس توصل للتور فعشان هيك لغاية 19 الشهر ممكن تفقد اشياء او بعض المقتنيات او ملفات ممكن تشعر ببعض التعب والاحباط لازم تنتبه وتحذر وخاصة في الاسابيع الثلاث الاولى من تراجع صحي في منكم ممكن يخضع العملية جراحية في ممكن يصير حوادث طارية هيك السمة العامة رح تكون على هذا الشهر ولكن انه هل كل الشهر انا بدي اظن بهاي المشاكل هل كل الشهر هاي انت بالصورة اللي انت حكيتها لا هذا اللي غالب عليك رح يكون هيك في ايام معينة القمر لما بنتقل فيها منلجأ احنا في عملية الخارطة الفلكية الى القمر منشوف القمر وين موجود القمر موجود في بيت كويس معناة نقول لك هذا اليوم تقدر تستفيد في كذا وكذا وكذا القمر في بيت مش كويس منقول لك بتتعزز الامور هاي ولكن الصفة العامة هذا الشهر رح يكون في مكاسب مالية رح تكون في نوع من انواع الراحة المالية ولكن في المقابل انه في اشخاص منكم ممكن يدخلوا بمواجهة مع المسؤولين عنهم مع مدراءهم مع مرؤوسينهم مع زملائهم بالعمل ممكن يصير مواجهة في مجال العمل في منكم ممكن يترك عمله على اساس انه موعوده بعمل ثاني يطلع ما يلاقيش العمل الثاني هذا كل ياته ممكن ومتوقع خلال هذا الشهر بعد تسعة عشر الشهر بيتغير الجو لمصلحتك وبتكون الفرصة ممتازة لتعويض كل اللي فاتك وبيكون عندك القدرة الكبيرة لعمل اشياء كثير وبيكون في حظ كبير داعم للك ولكن هي الصعوبة في اول تسعة عشر يوم من الشهر خلينا نشوف الخارطة الفلكية برضو ايش بتحكي والبيوت ايش بتحكي وعليه مندمج بين الموضوعين ومنشوف امتى اللي منيح وامتى اللي مش منيح بالنسبة للبيت الاول السماع الغالبي عليك راح تكون ايجابية اكثر من سلبية يعني شخصيتك نفسيتك اعتمادك على نفسك ثقتك بنفسك التغيير في نفسك شحن نفسك بطاقة ايجابية قدرة معالجة السلبيات عندك راح تكون عالية خلال هذا الشهر مش كل الشهر ولكن في اغلب ايام الشهر راح تكون منتازة ورح تبدأها انت في اول ست ايام تقريبا بتحس في هذه الفروق اما بالنسبة لبيتك الثاني فمنشوف انه الامور في البيت الثاني على الاموال طاغية على كل الشهر فعشان هيك فيه فرص مالية كبيرة راح تكون هذا الشهر وتقريبا بدنا نقول لالاغلب موليد برج الثور الا اذا كان طالعك بمنعك من هذا الاشي راح يكون فيه تأثيرات مالية ايجابية تقريبا راح يحصل عليها كثير من موليد برج الثور تيجي من عمل اضافي تيجي عشك الهبات تيجي عشك المساعدات تيجيك هدية بايش مسمياتها تفتح بتلاقي فيه مجال يجيك على حسب علاقتك على حسب مكان عملك على حسب وضعك الاجتماعي على حسب انت ممكن ست بيت ست بيت بتشتغلش منون ديجيها من عمل اضافي ممكن يجيها من زوجها ممكن يجيها من اخوها يمكن يجيها دعم هيك هدي من أحد أبنائها ما تستبعد من أي شيء طيب بالنسبة للبيت الثالث بيت الاتصالات والمواصلات والامتحانات منلاقي أنه برضو بعطيك طاقة إيجابية خلال هذا الشهر وخصوصا أول 17 يوم من الشهر بدعمك بقوة هائلة جدا لدرجة أنه أنت بتكون عندك قدرة هائلة جدا على الإقناع سرعة بديها عالية تقدر تنجز كثير من الأمور ممكن تتنقل لأكثر من مكان خلال هذا الشهر يعني رحل أو سفرات قصيرة يعني في مزايا حلوة راح تحصل عليها خلال هذا الشهر من البيت الثالث بتعزز كثير أمور عندك في منكم ممكن يهتم بشراء سيارة أو جهاز تليفون أو جهاز كمبيوتر أو إشيء له علاقة بالاتصالات والمواصلات ممكن الناس تأخذ دورات في هذه الأمور وتتعلمها أو تتعلم أشياء لها علاقة بصيانة الأجهزة أما بالنسبة للبيت الرابع بيت البيت فأنا شايفه فارغ تماما من الحضوض ومن الضغوط يعني الأيام بتيجي نثرية اللي موجودة فيها فما بعول عليها اللي أقول للغالب السما الغالب على هذا الشهر فمعناته أنت بيت البيت هادي تقريبا بالنسبة لإلك قادر تتعامل معاه وتتأقلم معاه وبتتكيف معاه على حسب أنت شو بدك عندك قدرة للتقرب من أهلك ومن أهل البيت ومن البيت وعندك قدرة أنك تتكيف مع أي حدث ممكن يصير على مستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف نفس البيت الرابع يعني أمورك العاطفية ما رح تكون قوية لدرجة أنه نحكي والله شهر عاطفي كامل لا هي لحظات العاطفية فيه بتيجي عابرة يعني زي نفحات كل يوم ساعتين ثلاثة أو أيام ما فيش ولكن أنه الغالب عليها هي روتينية عاطفية روتينية بالنسبة للبيت السادس بقولك أنه إيجابي لغاية يوم 16 شهر إيجابي بقوة بدعمك بقوة فعشان هيك في منكو ممكن أنه ينقبل بوظيفة إذا قدمنا طلب طبعا مش الكل عشان محدش يقول أنه أنا ست بيت كيف دا نقبل في وظيفة وفي منكو ممكن ما ينقبل في الوظيفة ولكن الغالب يعني إذا كنت مستعد ومبيدم أوراقك ومختار اليوم الإيجابي زي الأيام اللي هي من أول الشهر إلى يوم 16 الشهر وروح تقدمت في هذه الفترة ممكن تنقبل في وظيفة وفي نفس اليوم وممكن بعد أيام في أي فرص بتدعمك على مستوى الوظائف تقدروا تنجزوا كثير من الأعمال الموكلة لألكوه ممكن يجيكوا ترفيعات أو تنقلات في من مكان عملكو فبعطيكو دعم كبير بالنسبة للبيت السادس على المستوى الصحي برضو بدعم بشكل جيد فمنكو ممكن أنه يطلع له تقرير إيجابي ممكن كان يتوسوس من شيء تطلع نتيجة أنه ما فيش عنده إشي في منكو ممكن كان يعاني من مرض يتطلع النتيجة أنه تشافى من المرض يعني على المستوى الصحي برضو رح يكون إيجابي بالغالب وصلنا إلى البيت السابع بيت الشراك المالية والعاطفية منشوف أنه في نوع من أنواع المشاحنات الغالبة هذا الشهر بين الأزواج وخصوصا اللي من موليد برج الثور في مشاحنات بينهم وبين أزواجهم إن كان زوجها أو زوجتك في نوع من أنواع التماس أو الحدية رح تكون غالبة خلال هذا الشهر حاولوا تمسكوا أعصابكو في الأيام اللي فيها حدية ما رح أقدر أحصر لك إياها ولكن السمى الغالب إنه فيه امسكوا حالكو حاولوا تهتموا في الأزواج أكثر من ما أنتم مهتمين بالفترة هاي على أساس أنه تقللوا حجم الخسارة أو حجم المشاكل هسا مش كل الشهر سلبية هسا فيه أيام فيها إيجابية ولكن لما بقول أنا السمى الغالب فيها سلبية فعشان هيكي بتكون تحذروا مش أنت والله غالبي معناتو بدأسوهم مشاكل بالإيجابية الله من صالحهم مش منطق برضه طيب بالنسبة للبيت الثامن أنا شايف إنه السمى الغالب عليه اللي هو من يوم ثمانية الشهر بتبلش تصير هاي الآثار والأحداث من ثمانية الشهر وبتطلع لنهاية الشهر بتدعمك بقوة عالية جدا بأموال تيجيك من تعويضات أو أموال بتيجيك من شراكي فعشان هيكي فيه نسب للحضوض ما بقولك أنا عالية جدا يعني نسب بسيطة وهذا البيت دائما بيجيب الأموال الأموال اللي ما بتعود لك يعني مش ملكك فبتيجيك هاي من مرة تيجي ياهبة يا قرض بنكي يا تأمين يا ميراث يا بتحصل هدية يا بتسترجع دين هذه الأمور ناشي فالصفة الغالبة رح يكون إيجابي هذا الشهر على المستوى المالي بالنسبة للبيت التاسع بيت السفر بيت امتحنات بيت طبعا السفر الطويل بيت القضايا القضائية منلاقي أنه هذا الشهر قوي جدا والسمى الغالب عليه تيجي من بداية الشهر متقطعة ولكن برضو من يوم 12 الشهر وحتى نهاية الشهر قوي فبعطي فرص للسفر بعطي فرص لا تغيير تخصص جامعي بعطي فرص في امتحناتك الجامعية بعطي فرص للحب داخل الجامعة أو علاقة تبدأ من خلال الجامعة وتتطور بعطي أو مؤسسة تعليمية مثلا بعطي مثلا إذا رفعت قضية قضائية ممكن في هاي الفترة القضية تصير لصالحك باتجاهك يعني يصير الجلسات تنحسب لصالحك وإذا طلع حكم في هاي الفترة بكون لصالحك برضو أما بالنسبة لي بيتك العاشر بيت العمل مع الشركات الكبيرة بيت السمعة فما بقول لك أنا أنه قوي ولا بقول لك أنه ضعيف فهو برضو متقطع فعشان هيك فرص عمل مع الشركات الكبيرة ما رح يكون فيها القوة إلا إذا طالعك بدعمك في هذا البيت فاللي بترك شغله على أساس أنه جاي عرض مثلا في شركة كبيرة ينتبه أنه ممكن أنه يتفركش العقد هات أو يكون الوعد مضلل حاول تتأكد أنه العقد صحيح والأمور صحيحة وكل إشي صحيح قبل ما تقدم استقالتك على أساس أنه تكون على المضمون الغالب في هذا الشهر مش نحس ولا إيجابية يعني خالي أو أمر روتيني على روتيني الحياة فأنا بنصحك أنه كيف تتأكد قبل ما تقدم استقالتك على مستوى علاقتك مع مدراءك أو زملاءك في العمل برضو نفس الشيء أيام بسيطة اللي فيها مشاكل ولكن باقي الأيام كلها فيها نوع من الإيجابي والروتوني بالنسبة لبيتك 11 بيت العلاقات بيت الأصدقاء بيت المعارف بيت الحياة الاجتماعية يعني أول الشهر مش جيد وآخر تقريبا أسبوع من الشهر مش جيد وباقي الأيام كلها عادي روتيني فاللي مش جيد هاد يعني ممكن تخسر صداقة أو شخص تكتشف خيانته أو تكتشف أنه كان يستغلك فتنتهي علاقتك معه ممكن يصير مشكلة بينك وبين أحد الأصدقاء ممكن أنه تنتهي علاقتك بينك وبين أحد الأصدقاء أو المعارف في نوع من اكتشاف ملفات يعني في الفترة اللي أنا ذكرتها بالنسبة لبيتك 12 فأنا بقول لك أنه خالي تماما يعني بيت المتاعب ما بضغط عليك بالقوة اللي أنا متوقعها كنت بالعكس يعني البيوت تختلف عن توقعات البداية بالنسبة لأشياء كثيرة فعشان هيك منقول لك أنه اليوم يعني الشهر هاد بالنسبة لبيت المتاعب الضغط فيه متقطع فعشان هيك فيه فوائد من البيوت الثانية اللي إحنا ذكرناها معناته بكون عندك استغل البيوت بشكل إيجابي واحذر من التنبيهات اللي أنا نبهتك منها بتكون الأمور جيدة بإذن الله تعالى وأسأل الله أنه ما يصيبك إلا الخير وأي شيء شر أنا ذكرته ما يصير وتكون الأمور معك جيدة واتصل للي بالدكية بشكل جيد هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الشهر والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر